الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد وزير الخارجية سامح شكر اليوم جلست مباحثات مع ناظره اليوناني نيكوسا التينتياس الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة وسيتناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبول تعزيزها في مختلف المجالات وذلك إلى جانب التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كما سيبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تنطلق اليوم فعاليات معرض تراثنا 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 104 من العارضين من ذوي الهمام ويأتي المعرض في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبنها الرئيس السيسي من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمام ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى مشروعات خاصة بهم قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إن القوات الأوكرانية تقود قتالا عنيفا بالقرب من بلدة مخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية وضف زلنسكي إن جيش بلاده يحتفظ بمواقعه في دونباز وخاصة في اتجاه بخموت واجدد مطالبته للحلفاء الغربيين بتوفير كمية أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه البحر وبذلك ترتفع حصيلة الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأسبوعين الأخيرين إلى ثمانية صواريخ وأشرت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي إلى أن الصاروخين الجديدين أطلق من جنوب شرق كوريا الشمالية دون إعطاء مزيد من التفاصيل هذا وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نقلا عن القيادة العسكرية المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي مستعد للتحرك فورا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة قالت السلطات في ولاية شيباس جنوب المكسيك أن ما لا يقل عن 57 طالبا أصيبوا بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية بالولاية وتعتبر حالة التسمم هي الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين ولم تذكر السلطات أسباب الحادث بعد فيما أشارت وسائل أعلام محلية إلى أن بعض الأباء يعتقدون أن الطلاب تعرض لمياه أو طعام ملوث قال المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى أعصار مساء السبت وذلك عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكوليمبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ سرعتها 120 كم في الساعة وأضاف المركز أيضا أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طنية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك وقال المركز أن العصفة تقع على بعد 15 كم من جزيرة سان أندريس ونحو 225 كم من ساحل نيكاراجوا حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق أعلنت السلطات اليونانية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز منطقة خليج كونريث وسط البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقال مركز رست الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزالا وقع على عمق 5 كم تحت السطح في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيرونيز الواقعة على بعد 16 كم من بلدة إتيا وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة مثل العاصمة التي تبعد نحو 115 كم رياضيا تغلب ريال مدريد على مضيفه خفاتي ختافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من الدور الإسبانية وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي ملتاو في الدقيقة الثالثة من المباراة وبهذا الهدف رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الـ 22 في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن برشلون الوصيف الذي خض مباراة أقل بينما تجمد رصيد ختافي عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل